غياب بعض صناع السوق وارتفاع وطيرة المضاربة وجني الأرباح مع غياب المحفزات الفنية الدائمة لحركة المؤشرات واعتمادها في الارتفاع على عمليات تدوير المحافظ عوامل عدة ساهمت مجتمع في تدني قياسي في السيولة المتداولة الأسبوع الماضي لم تشهده سوق الكويت للأوراق المالية منذ عام 2014 وكانت البورصة قد استهلت التعاملات الأسبوعية على انخفاض بمؤشراتها الرئيسية الثلاثة نتيجة لضغوطات بيعية على العديد من الأسهم وتراجع لمعدلات السيولة المتداولة وسط زيادة في المضاربات طالت عموم الأسهم تقريبا مجامع نشطة منذ الشهر الماضي واصلت استقطابها للمتعاملين الأفراد وبعض المحافظ المالية تحوذة بذلك على نسبة من حجم التداولات إلا أن مجامع أخرى نشطت أيضا الشهر الماضي تأثر آداؤها هذا الأسبوع خصوصا تلك المرتبطة بصفقة بيع الشركة الكويتية للأغذية أمريكانة حيث طالت الضغوطات أسهم بعض المجموعات فيما حافظت بعض الأسهم الخاملة على حضورها في التداولات وشهدت العديد من الشركات ضغوطات بيعية وبعض عمليات جني الأرباح السريعة فيما استمر تفاعل بعض المتعاملين مع أخبار الشركات المدرجة التي تشهد بعض التطورات تعاملات يوم الثلاثاء الماضي أزدلت على ارتفاع طفيف وسط تركيز على كثير من الأسهم متدنية القيمة في حين تراجعت أوامر الشراء على الأسهم التشغيلية ما قاد إلى تراجع مستويات السيول المتداولة لأدنى مستوياتها منذ نحو عام ونصف العام ترجمة نانسي قنقر